مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم رواية الشهادات لكاتب الكندية مارغرت أتوود والتي نشرتها عام 2019 توثق الرواية ثلاث شهادات منفصلة من منظور الشخص الأول كل واحدة منها تتوافق مع واحدة من راويات الرواية الثلاث كتبت الراوية الأولى العمة ليديا روايتها في مخطوطة تعرف باسم أردوى هول هولوغراف تقدم الراويتان الأخريان أغنس وديزي روايتين تظهران في الرواية كنصوص الشهود في المحاكم تروي كل من الراويات الثلاث قصة دورها في مؤامرة لإسقاط النظام الأبوي الديني لجمهورية قلعاد في أردوى هول هولوغراف ترسم العمة ليديا سعودها إلى السلطة في جمهورية قلعاد قبل الانقلاب الذي أطاح حكومة الولايات المتحدة كانت العمة ليديا قاضية تحكي عن اعتقالها وتجربتها مع الاحتجاز في ملعب حيث شاهدت أعضاء في النظام الجديد يعدمون نساء مهنيات أخريات مع مرور الأيام رأت العمة ليديا أن النساء أصبحنا الجلادات وحللنا محل الرجال ذات ليلة جاء رجال إلى العمة ليديا وقادوها إلى رجل يدعى القائد جاد سألها إن كانت ستتعاون مع النظام عندما ترددت أرسلها إلى الحبس الانفرادي لعدة أيام وبعد ذلك وافقت على التعاون معهم على الرغم من معرفتها بأنها ستضطر إلى المشاركة في إعدام نساء أخريات قررت العمة ليديا فعل كل ما هو ضروري للبقاء على قيد الحياة وإسقاط جمهورية قلعاد من الداخل إلى جانب ثلاث نساء أخريات إليزابيث وهيلانا وفيدالا أصبحت واحدة من مؤسس تنظيم العمات كان المؤسسون مسؤولين عن صياغة وإنفاذ القوانين التي تحكم جميع النساء في قلعاد سرعان مكلسبت العمة ليديا الهيمنة على المؤسسين الآخرين وسعت إلى زرع الشقاق بين النساء الثلاث الأخريات منذ تأسيس جمهورية قلعاد أنشأت العمة ليديا شبكة واسعة من معدات المراقبة لجمع الأدلة على انحراف الآخرين وبينما كانت العمة ليديا تؤلف مخطوطتها كانت تشارك بنشاط في تتبع مكان بيبي نيكول وهي طفلة مشهورة هربتها والدتها الخادمة من جلعاد إلى كندا قبل سنوات عديدة لا يزال مكان وجود طفلة نيكول مخفيا من قبل نشطاء مجموعة المقاومة المناهضة لجلعاد والمسمات ميدي الروايتان الأخريان في الرواية تتحدثان عن امرأتين شابتين إحداهما نشأت في جلعاد والأخرى في كندا تتورط المرأتان في مؤامرة قادتها العمة ليديا للإطاحة بجلعاد نشأت أغنس جيميمة في عائلة ثرية من جلعاد انتهت طفولتها السعيدة فجأة عندما توفيت والدتها تابيثا وتزوج والدها الذي لا يعطف عليها أرملة قاسية تدعى باولا كانت أغنس قدقة بشأن معاملة جلعاد للنساء منذ سن مبكرة عندما بلغت أغنس سن الثالثة عشر سعت باولا لتزويجها للقائد جاد حاولت بيكا في السابق وهي إحدى صديقات أغنس حاولت الانتحار للهروب من زواجها وفكرت أغنس في مسار مماثل ولكن ذات يوم زارتها العمة ليديا واقترحت عليها تجنب الزواج بالاحتماء بين العمات وجدت أغنس طريقة للتهرب من باولا وذلك بالتعاهد بأن تعمل وتدرس لدى جمعية العمات بمجرد وصولها بأمان إلى أردوى هول تم لم شمل أغنس مع بيكا التي تعهدت بأداء الخدمة أيضا كجزء من تدريبها تعلمت أغنس القراءة والكتابة وهما نشاطان محضوران على جميع النساء باستثناء العمات خلال تلك الفترة علمت أن الكثير من لهوت جلعاد الرسمي يتعارض مع الكتاب المقدس كما تلقت مجلدات تحتوي على معلومات سرية للغاية حول الفساد بين نخبة جلعاد من مصدر مجهول أدركت أغنس أن العمات حصلن على قوتهن من هذه الأسرار وكانت تتوق للمزيد حتى تصل إلى السلطة نشأت الراوية الثالثة دايزي في تورونتو بكندا كان والدها ميلاني ونيل يمتلكان ويديران متجرا لبيع الملابس المستعملة ذات يوم ضد رغبة والديها شاركت دايزي في احتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في جلعاد عندما تحول الاحتجاج إلى أعمال عنف هربت بمساعدة آدا وهي امرأة غامضة في منتصف العمر كانت صديقة لوالدتها في تلك الليلة ظهرت صورة دايزي في نشرة الأخبار وهو ما أخف والديها بعد فترة وجيزة في عيد ميلاد دايزي السادس عشر قتل والدها في انفجار سيارة مفخخة خارج متجرهما أقلت آدا دايزي من المدرسة وروت لها الأخبار بمساعدة بعض الزملاء وضعت آدا دايزي في مخبأ خارج المدينة أوضحت آدا وزملاؤها أن ميلاني ونيل ليس والدي دايزي الحقيقيين وأنه مختيرة من عناصر مي داي للعناية بها بينما ظلت والدتها الحقيقية مختبئة كما أوضحت آدا أن دايزي هي الطفلة الشهيرة بيبي نيكول وقد تم تهريبها من قلعاد من قبل والدتها الخادم الهاربة شرحت آدا وزملاؤها لديزي التزامهم بتقويض جمهورية قلعاد وكيف كان لديهم مصدر داخل النظام يريد إرسال وثائق سرية للغاية من شأنها أن تساعد في إسقاط الحكومة لكن وفاة ميلاني ونيل أغلقت قناة الاتصال الخاصة بهما مع المصدر وكانت خطتهم الاحتياطية الوحيدة هي إرسال دايزي إلى جلعاد لاستعادة الوثائق بنفسها تسللت دايزي إلى جلعاد من خلال تظاهرها بالسماح لاثنتين من مجموعة التبشير المعروفة باسم فتيات اللؤلؤ بتحويلها إلى ديانتهم تقاربت حياة النساء الثلاث عندما وصلت دايزي إلى أردوى هول ووضعتها العمة ليديا في شقة أغنس في الوقت المناسب كشفت العمة ليديا عن نفسها لديزي بأنها المصدر وزرعت في ذراع دايزي ملفا صغيرا مايكرو دوت يحتوي على كميات هائلة من المعلومات حول الفساد في جلعاد كما كشفت لأغنس وديزي أنهما أختان بزعمها أنها تريد إصلاح جوهر جلعاد الفاسد روحيا جندت العمة ليديا كلتا الشابتين جنبا إلى جنب مع بيكا في مؤامرة لمساعدة دايزي على الهروب وبجعبتها المسندات السرية للغاية على الرغم من سلسلة من التعقيدات نجحت أغنس وديزي في الهروب إلى كندا وصلت الوثائق إلى وسائل الإعلام الكندية على الفور وبدأت عجلة سقوط جمهورية جلعاد في الدوران يعرض الجزء الأخير من الرواية الذي تدور أحداثه بعيدا في المستقبل أي في عام 2197 يعرض مؤرخا وهو يتحدث عن الشهادات المكتوبة والمنطوقة التي تشكل بقية الكتاب أتمنى أن يكون ملخص رواية الشهادات قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر